الداخلية السعودية أعلنت أسماء 12 شخصاً وشركة تابعة لحزب الله اللبناني صنفتهم كإرهابيين العلاقة التي كونتها السعودية مع المكونات اللبنانية كافة كانت تعتمد على احترام الاختلاف ورفض العداء لكن حزب الله نجح في تخريب علاقاته مع دول العالم العربي ومن بينها السعودية بسرعة كبيرة منذ اغتيال رفيق الحريري ودخوله الحرب السورية الحزب الذي ساهم الحريري في إخراج اسمه لسنوات من لوائح الإرهاب العربية والعالمية اتهمت المحكمة الدولية قياديين فيه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق قبلها في عام 1984 أحرق عناصر من حزب الله السفارة السعودية في بيروت وبعدها بعام حاول القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين اغتيال أمير الكويت عام 1996 فجر عناصر بينهم أحد أعضاء حزب الله مبنى الخبر في السعودية عناصر حزب الله ساهموا أيضا في تدريب شبان من الخليج على السلاح الحزب جرب دون جدوى تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة عبر مجموعات سرية كما أخفى عددا من المطلوبين السعوديين في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت وبنى مؤسسات في الخليج هربت مواد ممنوعة وقامت بعمليات طبيض أموال لصالح إيران بعد فرض عقوبات عليها من المجتمع الدولي الحوثيون في اليمن تدربوا على يد خبراء من حزب الله لإسقاط الحكومة ومهاجمة السعودية عبر حدودها الجنوبية بعد عملية إعادة الأمل في اليمن هاجم زعيم ميليشيات حزب الله السعودية بعبارات لم تألفها العلاقات العربية حادثة التدافع في الحرم المكي دفعت حزب الله إلى شن هجوم عنيف على السعودية مس فيه سيادة المملكة الأنشطة الإرهابية لحزب الله حول العالم عديدة من خطف الطائرات إلى قتل الرهائن والتفجيرات والعداء لدول العالم العربي عداء استثنى منه الحزب حليفه في دمشق عمر حرقوس العربية